تروح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابه نسألك علما الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نحن في تفسير آيات في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون فالآيات تقول بعد أن تكلمت عن تحويل القبلة قال الله تعالى ولكل وجهة هو موليها يعني ولكل إنسان ولكل جماعة ولكل قوم ولكل أصحاب معتقد قبلة ووجهة يصرفون حياتهم إليها ويصرفون وجوههم وذواتهم إليها في أثناء عباداتهم فأناسون وجهتهم المال وقد قام نظام في الغرب حكم نصف العالم جعل المال إلها فجعل الدراسة لأجل المال والعمل لأجل المال والسياسة لأجل المال والصراعات التاريخية لأجل المال ووجودك لأجل المال وصار الناس يقولون معك إرش بتسوى إرش ما معك شيء ما بتسوى شيء وصارت فلسفة فصار إذا أراد أن يتواصل معك هو يتواصل لأجل المال وجهته المال ولكل وجهة هو موليها ينصرف إليها ويتوجه إليها ويسوق أعماله وخططه وبرامجه لأجلها فجاءت فلسفة على هذه الأرض جعلت المال هو القبلة المال هو الوجهة المال هو المنصرف إليه وجاءت فلسفة أخرى لتقول لا الجنس هو القبلة وجاء داروين ليقول إن الكون كله إن حركات التاريخ كلها إن كل تصرفات الناس إن كل حركات الناس إنما يدفعها الميل نحو الجنس وإذا رأيت إنسانا يتصرف أي تصرف ففعلا بأن هذا التصرف له إنعكاس في داخله ميله الجنسي ولكل وجهة هو موليها وجاءت فلسفة على هذه الأرض لتقول إن أدوات الإنتاج هي قبلة الدنيا هي منصرف الأمام هي سبب رفعة المجتمعات هي سبب رفعة الأخلاق هي سبب نشر الرفاهية في الأرض هي سبب الراحة والدعاة في هذه الكرة الأرضية هي سبب التفوق ولكل وجهة هو موليها وجاءت جماعة لتقول إن إرواء الغرائز للإنسان هي الوجهة وصار يصنع أفلام كرتون لأن هذه الفلسفات عندما تأتي تزرع من الصغار إلى الكبار فصار يصنع أفلام كرتون اسمه السبب رمان السبب رمان هو الإنسان الكامل الإنسان الذي يشفي المريض والإنسان الذي ينجي سجين والإنسان الذي ينقذ غريق والإنسان الذي يرفع وضيع والإنسان الذي يضع رفيع الإنسان الكامل وصارت فلسفة في جاءت إلى هذه الأرض عبادة الإنسان ولكل وجهة هو موليها لكن نحن المسلمين تفضل الله تعالى علينا بأن علمنا أن نجعل وجهتنا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض كل أعمالي كل تصرفاتي كل وجودي كل كياني كل دقائقي كل حياتي مصروفة لخدمة رب العالمين للامتثال لأوامر رب العالمين للخضوع لأوامر رب العالمين للانتهاء عما نهى عنه رب العالمين وهذه أعظم الفضاء التي كرمنا الله تعالى بها أن جعل وجهتنا إليه جل جلاله أما الوجهة على الحقيقة فهي الله عز وجل وأما وجهتنا في عبادتنا الظاهرة فهي وجهة إلى الكعبة فنحن نستقبل الكعبة بأجسامنا ونستقبل ونوجه قلوبنا إلى ربنا أما وجوهنا وأما صدورنا وأما رؤوسنا فتتوجه نحو الكعبة لأنه أمرنا أن نوجه أجسامنا نحو الكعبة وأما قلوبنا فتتوجه إلى الله تتوجه إلى الله في صلاتنا وتتوجه إلى الله في كل أعمالنا فأنت يا أيها الأخ في عملك وجهتك متحصيل المال هذه فلسفة غربية النظام الرئيس مالي قائم على المال وانت مو وجهتك حصولك على أدوات الانتاج هذه فلسفة شرقية وانت مو وجهتك بشان تروي غرائزك هذه وجهة فرويدية انت إنسان تتلقى تعليمك من السماء انت إنسان وجهتك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي انت وجهتك وجهي للذي فطر السماوات والأرض انت وجهتك اللهم وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجى ولا منجى منك إلا إليك انت وجهتك في كل عمل في كل حركة حتى في زواجك أنت وجهتك أن تحقق أمر الله في هذه الأرض أنت وجهتك أن تجعل نسلا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى في طعامك أنت وجهتك نويت التقوي على طاعة الله حتى في راحتك أنت وجهتك أنك ترتاح لتجتهد لتعود مرة ثانية إلى الاجتهاد في الإقبال على أوامر الله عز وجل فالله عز وجل قال ولكل وجهة هو موليها أما أنتم يا جماعة محمدين صلى الله عليه وسلم فاجعلوا وجهتكم التوجه إلى الله عز وجل طيب إذا توجهت إلى الله شو بدي أعمل قال فاستبقوا الخيرات يا أخوان هذه الآية وهاتان الكلمتان في هذه الآية تلخص حياة الإنسان المؤمن أخي أنت رجل تعيش لأجل ربك وأفعالك كلها استباق للخيرات تسابق نحو الخيرات تسارع نحو الخيرات مسارع إلى الخيرات مسابقة إلى الخيرات سعي نحو الخيرات هذا هو عنوان المؤمن وهذا هو شعار المؤمن فاستبقوا الخيرات قلبك متوجه إلى ربك والطريق إلى ربك أن تستبق الخيرات ليس أن تعمل الخيرات لا الوقت ضيق جدا بسرعة بسرعة لازم تروح نحو الخير مسرعا لازم تسابق لاقتناص هذه الخيرات وإنما الإسلام يدعو أتباعه للاستباق نحو الخيرات لأمور كثيرات أولها لأن الخيرات هي التي ستبقى في الأرض أنتم الآن ترون يا أخوان الآن في هذه الأرض في صراع بين الحق والباطل في صراع بين الخير والشر في صراع بين الفضيلة والرذيلة بلا ريب بلا ريب الخير هو الذي سيبقى الفضيلة هي التي ستبقى الحق هو الذي سيبقى بلا ريب لأن النتيجة قالها الله تعالى لنا في قرآنه أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض وقل جاء الحق وزهق الباطل مهما كان الليل شديدا مجرد ما تأتي الشمس سيمضي كل الليل ولا يبقى من الليل شيء بس يأتي هذا الحق لماذا المسلم لا بد أن يستبقى الخيرات لأن الخير هو الذي سيبقى في الأرض فإن لم تسبق إليه وتحمله أنت سيحمله غيرك لذلك نحن يا أخوان نصيحة يا شباب إذا عرض عليك عمله خير بسرعة أخذه ترى إذا أنت ما ستأخذه رايح الخير رايح رايح وفي مين سيحمله لأن الخير هو الذي سيبقى في الأرض فإذا عرض عليك فأخذه إذا ما أخذته سيروح منك انتظر حتى يفسح لك مجال لخير آخر والله أنا أذكر أيها الإخوة مرة احتجنا في واحد من مساجد هذه البلدة في مشكلة إنشائية بالسقف فالأوقاف تواصلت معي أنه لو أقول للأخوة يعني بالخطبة أن أخبركم أنه أخي في أحد المساجد في مشكلة إنشائية وبحاجة إلى مبلغ مالي جيد فأنا وقفت على هذا المنبار وقلت بعد الخطبة بالخطبة الثانية قلت الأمر كيت وكيت نزلت صليت ركعتين فرض الجمعة بس انتهيت من الصلاة الجوال في جيبي يرن 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 أنا خلاص هو مطفي يعني بس ما توقف يعني عن الرن عن بقرأ الأوراد بدي صلي السنة رد يرن يرن بعدين تفتحت هيك وإذا في أخوة مسافر أنا أعرفه قالت خير يعني ما يكون في شيء هو ما يعرف أنه أنا أكون بصلاة الجمعة فتحت قال لي أستاذ أنت بالجامع قال له إيه عم صلي خلصنا صلاة قال أنت حكيت هلأ على الخطبة مشان هذا الجامع قال إيه خلاص هذا أنا بدي يعني اتبنى قال له الله يزيك خير كتير خيرك بقى هو يبدو قاعد بالبلد المسافر فيه قاعد على المكسلار وسمع الآن أنا خلص صلاة السنة وجلست هون درست ربع ساعة بعض الصلاة وبعدين قمت سلامت على الأخوة وأرد أن أمشي وأزب لاقي أخ جاي هو وأبنينه جايب معه ثلاثة كياس فيها مال قال الأستاذ أنت حكيت على المنبر أنه في جامع بده أصلاة قال لي هذا ابني سمع قام قال لي أبي خلينا نتبرع فنحنا صلينا معك ورحنا جبنا مصاري وقجينا هذا ابني وهذا ابني ثاني كمان بده يتبرع وأنا بده يتبرع قال له والله سامحني انباعت لبضاعة اجازبون قال شو اجازبون الساعة تكون مطلعت قال له والله قال لا دقت لي فون وقال الأمر مقضى يا إخوان الخير سيبقى في هذه الأرض يا أنت بتاخده وبسرعة ما في وقت يا غيرك سيأخذه مئة بالمئة الخير وباقي مئة بالمئة زرع الخير في الأرض قد ما بتقدروا تزرعوا ويزرعوا وبسرعة ما في وقت ليش بدنا نسرع لأنه إذا أنت ما بتاخده سيأخذه غيرك مرات الله عز وجل بيكون كاتب هداية لعبد أنت ما بتهدي أحده أنا ما بهدي أحده هذا الأخ ما بيهدي أحد الله هو الذي يهدي بيكون كاتب هداية لشخص رفيقك هلأ يا أنت بتجي بتقول له تدعوه إلى الخير وتدعوه إلى مجالس العلم وتدعوه إلى الحضور معك يا إذا أنت ما قلت له حيجي واحد ويقول له ولأنه الله كاتب له الهداية بده يجي بس سيأخذ الخير كله ذاك الذي دعاه فنصيحة لوجه الله ما في وقت ترى إله أنت أحسن ما بقرأ إله غيرك ويأتي إلى طريق الخير كنت أنت أخذ كل هذه الخيرات التي ستكتب له فاستبقوا الخيرات يا أخوان لذلك ما في وقت إنك تترك أخي بكرة بعد جمعة بس اتخراج من الجامعة بس يعني افتح محل بس اتجواز استبق الخيرات يا أخي لأن الخير هو الباقي فلذلك أسرع إذا لم تأخذه أنت أخذه غيرك لماذا المسلم يستبق الخيرات واحد لأن الخير سيبقى فإن لم تحمله سيحمله غيرك اتنين لأن المؤمن يعلم أن حياته قصيرة وبالكاد أن يحصل فيها كمية من الخيرات يستطيع بها غدا بعد موته أن يرقى عند الله عز وجل درجات عالية أنا مرة يا أخوان قلت لأخوة تجار كنا جالسين قلت لهم أنا ما بعرف بالتجارة صفر لو أردت الآن أن أبدأ عمري كان ثلاثين سنة لو أردت الآن أن أبدأ بس أنا حابب يصير إلي اسم بين التجار ومكاني ومنزلي وثقة المالي كتنا صور أنا معروف بكل الوطن العربي أنت لا تاجر من قريبه لنأتي تاجر كثير كبير كثير بكل الوطن العربي يعرفوني قلت لهم كنت أريد أن أعمرを إذا أنا عمري ثلاثين سنة وإ cordsتأتي�ง لأنص يعطي 30 years ولو إذا حالك الحظ أيضا انت تطلب انت واحد يعني عمسه الوطن العربي بدك تصير طيب هلا اذا بدك مشان تجارة وتصير معروف في الوطن العربي انت بدك 30 سنة شغل اذا بدك تصير معروف عند اهل السماء بعمل الخير كم سنة بدك تشتغيل اذا بدك تجارة بس يعرفوك اهل الوطن العربي بدك 30 سنة ويحالفك الحظ طيب مشان يعرفك اهل السماء بكرة بس تموت لما تطلع روحك هيك تجي الملائكة تبع السماء السماء الأولى مين والله هذا فلال فلال اوه اي لكم معروف معروف هذه الجماعة تفستبقوا الخيرات تفضل تفضل أخي تطلع السماء الثانية ثالثة الرابعة كل ما فتت على سماء من السماوات تستقبله كملائكتها لأنك معروف كم سنة بدك تشتغيل بدك ثلاثين أربعين سنة بدك خمسين سنة المسلم يعلم بأن حياته قصيرة لذلك ما في وقت أنا ضيعه مرات واحد يعني أخي معلش أنا العب شده لك يا أخي ما معك وقت ما هي الحالة لا أنت إذا أردت تعبت من عمل الخير بدك تسترح لك هيك شي ربع ساعة مصاعد زمان ما هي الحالة بس روح فيه شغل أخي ما عليش أنا يعني أحب هيك تفرج على مباريات وتابع مباريات يا أخي ما هي الحال بس أنت مخلوق مشان في السبق الخيرات ما عليش أنا كل يوم بنام عشر ساعات عشر ساعات لك يا رجل في السبق الخيرات ما في وقت ما عليش يا أستاذ أنا أنا أحب هكذا يعني سهرة كل يوم بسهر أنه رفقتي كل يومين ثلاثة أربع ساعات ما منحكي على حدا ولا من أزي حدا ومنحافظ عن صلاتنا بس هيك يعني شغل رواء ما شي الحال بس أنت يا أخي ما في وقت دوبك خمسين ستين سنة الله معاك يعني أنت ماشي وياللي صار عمره ثلاثين سنة صار بالنص ويصار بالأربعين صار بالتلتين ويصار بالخمسين وهكذا يا أخوان في المسلم يعلم بأن حياته على هاته على هذه الأرض قصيرة ما مع وقت كثير أنه أخي ضيعوا هون وهون وهون دوبني أنا هيك يعني أقطف هالخيرات دوبني أنا أشتغل بالدعوة إلى الله دوبني أشتغل بذكر الله دوبني أشتغل ببر الوالدين دوبني أشتغل بالإصلاح بين الناس دوبني أشتغل بزرع فسائل للزيتون دوبني أشتغل بجبر خاطر مكسور دوبني أشتغل بزيارة مريض دوبني أشتغل بمواساة مصاب دوبني أشتغل بمعونة إنسان ضعيف دوبني أشتغل بأخذ يد إنسان أخرق والناس في حاجة يعني الخير محتاج في هذه الأرض إليه فالمسلم لماذا تستبقوا الخيرات لأن الخير سيبقى وإذا أنت لا تأخذه سيأخذ غيرك والثاني لأن المسلم والمؤمن يعلم بأن حياته قصيرة فبالكاد أنت تقطف في هذه الخمسين ستين سنة التي كتبها الله لك أكثر أو أقل تقطف من الأعمال الخيرة ثلاثة لماذا تستبقوا الخيرات لأن الإسلام علم أصحابه المسارعة إلى الخير والمبادرة إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا بسرعة اشتغلوا أعمال صالحات خيرات ترى في سبع شغلات تأتي لعنكم كلها أو واحدة منها على أقل تقدير بقى أنت قبل أن تأتيك هذه السبعة بسرعة بادروا بالأعمال الخيرات فاستبقوا الخيرات بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون ما عم تستنى إلا فقرا منسيا في ناس خطيئ من كتر منه فقير 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 الهم رغيف الخبز يبدو يجيبه لبيته أنت الحمد لله ماشي الحال مالغ غني بس عندك شئ يكفيك بسرعة روح باتجاه الخيرات هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا خطيئ في ناس كمان من كتر ما صار معه مصاري صار كل أعصابه وكل عقوله وكل تفكيره بالمصاري وأطغاه المال بدل ما يستخدم المال في زيادة القرب من الله عز وجل أطغاه أو مرضا مفسدا إلا أنت يا شباب تقدر أنت تقوم تصلي من الليل أنت تقدر يا أخي تقوم ببر الوالدين أنت تقدر تروح تخدم عباد الله تقربا إلى الله أنت تقدر تجبر يا رجل هناك ناس وأنت تعرف من أقاربك خطيئ مؤدران يوقف على حينه هناك ناس مؤدران يسجد على الأرض والله هناك ناس يتمنى أن يضع جبهته على الأرض يبكي فقط لا يستطيع أن تضع ما يستطيع أنت قادر ما يقعد على الفرش نعمل طول هذه الليل لكم يا رجل اسجد صلي اعبد اذكر تقرب إلى الله عز وجل هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا هرما ينسى ويخر بيط ويوضي ويضع ويضع أدان وما أدان أو موتا مجهزا ما تنتظر يأتي الموت يجهز عليك أو الدجال فشره غائبا ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر ما تنتظر النتيجة الساعة لذلك بادروا بالأعمال فالإسلام علم أصحابه المبادرة والمسارعة لماذا لماذا تستبقوا الخيرات لأن هذا الإسلام الإسلام يعلمني لا يوجد وقت أنا أريد أن أعمل لذلك تجد المؤمن لا يدخل الإيمان إلى قلبه تجد الشب لا يصير ملتزم بالمساجد ببيوت الله عز وجل مباشرة ببليل الشغل يعني هو عنده عمله وقال لك أخي أنا والله بدي أشتغل بحفظ القرآن يستغربوا أنه لك كان يقعد معنا هذا صار يقول له والله تعرفوا والله ما بقدير في عندي عندي دورة أحضر والله ما علي فاضي عندي تحضير لأنه بكرة في عندي مراجعة والله ما عندي وقت ما علي أشوفكم بعدين هذا الدليل بأنك صرت سالكا إلى الله عز وجل يا أخوان متما واحدكم صار يضبط وقته فليعلم بأنه سلك إلى الله عز وجل قالوا أول طريق السالكين إلى الله ضبط الأوقات يصير أنه أخي طوالما يسهر بدون أي ضابط مراكز لساعته أما الذي لديه شيء إذا عندك فحص ونبدأ لك تليفون ونقول تعال الله لدينا سهرة الله لا يستطيع أنه ساعة سبعة يجب بالامتحان إذا أختي قالت لك عشا سأعتذر أنا أجلو لي لأنه لديك التزام أما الذي لم لديه التزام ماذا قال قالوا أول طريق إلى الله ضبط الوقت وآخر طريق لله ضبط الأنفاس أول شيء يضبط الأوقات ويترقى في ضبط الأوقات يعني أول شيء ما يضيع منه ساعة بعدين ي perkelli أعلى ما يضيع منه ربع ساعة وبعدين ي smelling أعلى ما يضيع منه خمس دقايق وبعدين يم evidence bin ضيع منه ديئ بعدين يصير أعلى ما يضيع منه نفس قال آخرها ضبط الأنفاس فلا يدخلوا نفسهم ولا يخرجوا نفس إلا مع ذكر الله الله أكبر ما هذا؟ لكن هذا يا أخوان ترون؟ هذا يريد أن تلزم في مجالس العلم وتلزم ورد الذكر في كل يوم لا تجد حالك بعدين غير تترقى أخي كيف هدون الناس يصيرون؟ يضبطوا أنفاسهم؟ ما هدون؟ هدون موجودين لما على الأرض؟ أين نعم موجودين؟ لماذا المسلم فاستبقوا الخيرات؟ لأن الخير سيبقى فإن لم تحمله أنت سيحمله غيرك واثنين لأن المؤمن يعلم بأن حياته قصيرة بالكاد يجمع من الخيرات وثلاثة لأن الإسلام علم أصحابه المبادرة إلى فعل الخير ورابعا وأخيرا لأن أهل الشر يعملون ويستبقون فحريهم بأهل الخير أن يعملوا ويستبقون يا أخوان أنتم لا تعجبون بأن هناك أقنية فضائية تبس 24 ساعة رزالة؟ هذا يعني هل الذين ينشرون الرذيلة يعني هذين لا يتعبون؟ صناعة فيلم يسافرون مرات من بلد لبلد يترك مرته يترك أولاده ويترك لا تأخذني أفخم فنادق الدنيا يبقى بيتك أريح منها فما بالك إذا راحوا مرات يذهبون ويجلسون في قرية في أفاعي في حيايا ينصبون لهم خيام ليش أخي عم تساوي خلي يطلع الفيلم راكز فيلم شو ما الرسالة التي يحملوا هذا الفيلم في عدد لا بأس به من المرات يحمل رسالة سفه ورسالة رذيلة إذا كان أهل الرذيل أهل الشر عم يستبقوا لفعل الشر ما معقول أهل الخيرات هيك يجوا تمشاي مشان وبدون يفعلوا الخيرات والله واحد من أساتذتنا توفاه الله تعالى قال لي مرتان قال أنا لما كنت شابا ما كنت آتي إلى المسجد إلا ساعيا ما اجي مشي على الجامع اجي سعي يعني يا ركد يا هرولي يا فشخة سريعة قلت له لما قال لي مشان إذا الله عز وجل نظر إلي يراني أسعى إلى طاعته سعيا إنه أنا عم بيجي مو مشي عم بيجي سعي ذلك يا شباب ما حدا بيناتكم يعني يأخذوا نفسه وهيكي بالسهولة إنه أنا يعني إذا فضيت حب أجي على الدرس شو إذا فضيت عجي على الدرس الدرس بدك تجي فاضي لما تليان بدك تفضي حالك وتجي على الدرس أنا إذا إن شاء الله شفت حالك متنشط حب صلي قيام ليل شو متنشط صلي قيام ليل بدك تصلي قيام ليل وتغالب نفسك عليها مغالبة أنا إذا حسيت هيك حالي مرتاح يعني هي دورة يشفعان دورة قرآن أنا بلتزم فيها بس هيك شفت حالي مرتاح إن شاء الله نحن نستناك لا ترتاح ما لي تركك لا تجي وبدك تسجي كائنا من كنت يعني خذ نفسك يا أخي بالعزائم لأن الله عز وجل قال ولكل وجهة هو موليها أنتوا شغلتكم يا عبادي يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فاستبقوا الخيرات بسرعة باتجاه الخير اجعلوا قلوبكم تتوجه إلى ربكم واجعلوا أعمالكم تستبقوا الخيرات استباقوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا بعدين يا أخوان هو هذا الجمال الجمال بأنه نحن سنرجع إلى الله عز وجل كل هذا التعب سنتعبه في الدنيا من أجل أن نرتاح غدا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل كل هذا الجهد سنجهده في هذه الدنيا والله يا أخوان المسلم فيكم المؤمن فيكم الشاب الملتزم فيكم الأخت الملتزمة واضح واضح عند الله وعند عباده الجهد الذي يبذلهم هذا الشاب العفيف هذا الشاب الذي يغض طرفه هذا الشاب الذي يحترق في داخله بنيران الشهوات هذا الشاب الذي تصب حوله الشبهات ثم هو يمشي في صراط المستقيم هذا عند الله ما بيضيع ما بيضيع خليك ثابت وخليك عم تتعب أنا أدرك قديش أنت عم تتعب وقديش أنت عم تبذل من الجهد وقديش تحترق احتراقا والله جاءني شاب يبكي لأنه يتوق للزواج وهناك من تدعوه إلى نفسها بالحرام وهناك من يعني شو بدي أقول هيك تندفع نحوه دفاعا لتأخذه نحو الحرام وفي داخله يعني شهوة ميل الرجل إلى المرأة تحرقه حرقا وما عنده قدرة على الحلال والله جاء يبكي قال لي بس يا أستاذ أنا لن أخالف أمر الله بس أنا جاي بس إلك بأنني أنا أحترق في سبيل الله هذا يا أخوان عند الله ما بيضيع ويطمئنك قول الله تعالى أينما تكون يأتي بكم الله جميعا بكرة سترجع إلى الله وستقف بين يدي الله عز وجل وسيخبرك بما فعلت وسيقول يا عبدي أنت وجهت وجهك إلي واستبقت الخيرات ساعيا إلي وستأخذ أجرك مني أنا بذكر يا أخوان وقلت لكم قبل هذه المرة شيخون عليه رحمة الله يعني في حياتي عمل عملا شديدا وكبيرا والأخوة من حوله هو وأتعب من ورائه فواحد من الأخوة قال يا سيدنا يعني ليش كلها التعاب وليش كلها العجأة وليش كلها الأعمال ما شي الحال يعني هلا الواحد بس يدير باله على حاله يدير باله على مرته أولاده ويصلي له كم ركعة ويصم له كم يوم وإذا بشف له شي يتيم كمان وخلاص صلى الله المرسلين يعني يقضى الأمر قال له يا ولدي أنا أفعل ما ما أفعل حتى إذا وقفت غدا بين يدي الله يقول لي رضيت عليك يا أحمد أنا هيك بدي بدي بس موت وصير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا بس واقف عند الله اللي رضيت عليك يا أحمد أنت يا أخوان ويا أيتها الأخوات أنت أيتها الأخت معروف أديش أنت تتلقي من الاستهزاء الأخت التي تلتزم حجابها الشرعي تلتزم بالمساجر معروف أديش يستهزئ بها المستهزئون بس والله هذا عند الله عز وجل لا يضيع أنت خلي وجهك وجه وجهك لله لا توجه وجهك لا لا ذات اليمين لا ذات الشمال وجه وجهك لله واستبقي الخيرات ويطمئنك أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا طبعا الله يأتي بكم جميعا يأتي بالذين وجهوا وجوههم لله ويأتي للذين وجهوا وجوههم للشهوات ويأتي بالذين وجهوا وجوههم لأدوات الإنتاج وطبعا إذا بد الله يأتي إلينا أو يأتي بنا إليه هناك بعدين سيكافأ من أحسن وسيعاقب من أساء إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون اجعلوا مهما كنتم في أي بلد من البلدان فاجعلوا أجسامكم إذا صليتم موجهة ناحية وجهة وشطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك هذا الأمر الذي جاءك في القرآن الكريم حق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ما حدا يخاف إذا سبق الخيرات أنه يروح عليه شيء مرات واحد يقول لك أخي عم نعمل خير الله يقول لك ما عم يبين معه العالم أنت أصلا عم تعمل الخير لأنه موجهة للعالم لأنه موجه وجهك للذي فطر السماوات والأرض وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت أعاد كررها القرآن الكريم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة ذلك لأن اليهود كانت تقول يخالف ديننا ويتبع قبلتنا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس واليهود يستقبلونه كانوا يقولون يخالف ديننا ويتبع قبلتنا وكان المشركون يقولون يزعم أنه يتبع ملة إبراهيم ويخالف قبلته إبراهيم كان يستقبل الكعبة في المشركون هيك يقولوا واليهود هيك يقولوا فالله عز وجل قال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يكون للناس عليكم حجة لأن هدون اليهود ما عد يتكلموا بحججهم وهؤلاء المشركون لا يتكلموا بحججهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني هلأ هناك أناس كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم ويخالفونه لا لشيء هيك فقط للمعادات فالله عز وجل قال إلا يعني لكن الذين ظلموا هذا الاستثناء منقطع لكن الذين ظلموا منهم لا تخشوهم وخشوني وليأتم نعمتي عليكم باستقبالكم بيت المقدس باستقبالكم الكعبة المشرفة ولعلكم تهتدون ما مشينا على درب الله وعلى صراط الله فنحن من أهل الهداية والحيئة من ابتعد عن الصراط المستقيم ابتعد عن الهداية وزاغة في دياجير وظلمات هذه الحياة نسأل الله عز وجل أن يجعل وجوهنا متوجهة إليه وأن يجعل قلوبنا متوجهة إليه وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال سيدنا داود يا رب إني أحبك إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك فكيف أحببك إلى عبادك أنا يا رب شوف أحببك للعباد قال يا داود ذكرهم بآلائي ونعمائي ذكرهم بالنعم تبعي يا داود خلني يتذكروا من الذي أعطاهم من الذي أكرمه من الذي جعلك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الذي جعلك تدخل إلى بيت من بيوته من الذي جعلك تقرأ القرآن الكريم من الذي جعلك تتأدب بأداب القرآن الكريم من الذي جعلك تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الذي جعلك في راحة وعافية يا رجل عند الفجر لما تخرج من مسجد تكاد تطير شو اللي صار ما صار شي بس أنت ست ساعات خلوت بربك فما بالك إذا أنت خلوت بربك ستة أيام ما بالك إذا خلوت بربك أربعين يوما عندها ستستطيع إذا قرأت القرآن أن تقرأ شيئا ليس بالكلام الذي تقرأه بالحالة العادية ستقرأ شيئا وتستشعر أن الذي يخاطبك هو رب العالمين هؤلاء هم عباد المال هذا عابد المال هو ما ركع سجد للمال لكن هو تلقى أرضا كل تعاليم السماء لكي يأخذ له بيتين كل بيت حقه 200 مليون 400 مليون حلوين أخي نص مليار والله يصبح شغلة كبيرة في هذا البلد والشغلة بثمانينات وبعدين أنا تعرف إذا يصبح معي 400 مليون لا أريد الله يعني لماذا أريد الله لكي يعافيني معي مصاري يعافا لماذا أريد الله أخي لكي يدير بالي على أولادي أنا أريد بالي على أولادي والله لا يطالعون لكل بلاد الأوروبية معي مصاري بس هو لا يعلم بأن الله عز وجل هو الذي يحرك له قلبه كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله 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 كتاب الله